الحمد لله رب العالمين ما كي خسي ده غي الشيخ عبدالله حكيا ما كودف جمي أمسى احمد الخديم باكي من حررنا سطوران من دون رمحين وصارdade من ان خسال خوم من كي دي من أتوا مشتائن من حررنا سطوران من دون رمحين وصارد من أنخذ الخوم من كيد من أتوا بشتائم فذاك خادم طاها وسيد الخوم خادم أما الفرنج فجاءوا لمحر كل المعالم لجالسا خال حتما مخر كل مذالم وبينما هم كذلك هو الجهل في الناس خائم ندى الخديم نداء إلى جميع العالم أن أبدو الله حقا بالارتكاب محارم فأخرجوك بظلم إلى أناس بهائم وأنت مع كل هذا صبرت صبر الأكارم حتى رجعت بنصر وجئتنا بغنائم حرجت بدرا منيرا وعدتك الشمس غانم رفض راية دين أسسته بدائم ربيت جيلا فصاروا فينا كراما أعزم ربيتهم بخصال حميدة ومكارم كتبت للناس كتبا من حازها فهو غانم لو لا جهادك كنا مع بين طاغم وهائم فللجهاد ثمار وللجهاد مغانم منها القرآن فيتلوه أصغر الجسم ناعم منها انتشار مدارس والدين ساد العواصم منها شباب تراهم والكل هاد وعالم منها مساجد تبنا لساجد بل وخائم هو الخديم أبي في دين ليس يساوم كلا وليس يقاف في الحق لو متلائم إن الرسول يباهي بك الكرام الأعالم فأنت أسوة كل أعرابهم والأعاجم يا سيد الخمي أبشر فأنت رمز العزائم فلا تربي دوما على النبي نجل هاشم يا سيد الخمي أبشر فأنت رمز العزائم صلاة ربي دوما على النبي نجل هاشم يا سيد الخمي أبشر فأنت رمز العزائم صلاة ربي دوما على النبي نجل هاشم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شكرا